جتلع من اوروبا شوية انا عايز اخد رأيك في حجازي وتجربته مع في السعودية ما اتحاد جدة ووصوله لطبعا حجازي من اول ما راح هناك ما اتغلبش ولا ماتش ووصوله كمان للمبرانة هائية للبطولة العربية بس للاسر مش هيلعب تجربة صلاح ايه وخاصة بعد ما طلب اتحاد جدة تفعيل تفعيل باند يعني شراء حجازي من اه اسوأ غلطة الويست برومتش السنة دي خسرتهم مكانهم في الدورة الانجليزة هم هنزلوا التعديل وضعي وسط برومتش هيبه صعب جدا احمد حجازي اثر قوي كماديا على الفريق ده وفي مركزه في خط الدفاع دفاع بتاعه مسائق جدا خطوة وجود حجازي مع اتحاد جدة خطوة انا شايفها فنان الحجازي جيدة قوي لانه حجازي لعيد مستوى علي قوي يعني كمدافع من افضل المدافعين اللي موجودين في الجيل بتاعه في نفس الوقت مستوى المنافسة بقى في الدوري السعودي اخف بكتير جدا من البريمير ليج في حجازي مش تحت ضغط وبيظهر ان هو النجم من رقم واحد تدي له ثقة في نفسه طول الوقت مش محطوط طول الوقت تحت ضغط بالعكس هواخد ثقة بيلعب قائد للفرقة بتاعته مكانه في منطقة بمصر محجوز محجوز لانه بيلعب اساسي طول الوقت بعكس حجازي صبر السنة كاملة تحت في الشامبينشيب وانا كنت متأكد انه هيلعب لانه فيش فرقة في الشامبينشيب بتركن العيب لانه الموسم طويل جدا ايه ماتشاط كتير وهو كان مصاب في اول الموسم بس كان عمل عملية مش مش حتى اصابة في الملعب كانت حاجة اه هو كان معجلة لنهاية الموسم وعملها وتأخر شوي اعتمد عليه كمل معه الموسم صعد اه فاعتقد انه لا تجربة التحدي جدا انا شايفها كويسة لحجازي بس كمان انا شايف ان حجازي دايما عنده الطموح انه يبقى موجود في اوروبا موجود في اوروبا بالزبط او بريمير ليج فعلا هو كمان لعب دوري ايطالي دوري ايطالي ده موتقيل شوية في حتة الدفاع دي برضو فهو بريمير ليج بنفسه لقى نفسه هناك وانا شايف انه هو كمان كان عنده فرصة السنة دي يعمل حاجة كويسة لكن مع الفرقه دي كان يبقى صعب قويسة اعتقد انه لا موفق جدا في الخطوة اللي هو فيها